عسلم ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية اليوم جنحكي وعلى إيقافات جديدة في شركة الخطوط الجوية التونسية حيث أذنت نياب العمومية بالقطب القضاء المالي لأعوين الفرقة المركزية الثالثة للجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بموظفين اثنين من شركة الخطوط الجوية التونسية للاشتباه في انتدابهما وحصولهما على ترقيات وظيفية اعتماد على شهيئة مدرسية وعلمية مدلسة وللإشارة فقد دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى فتح كل الملفات الفسادة المتعلقة بشركة الخطوط التونسية وذلك خلال لقاء بالرئيس المجير العام للشركة في زيارة غير معلنة مساء يوم الأثنين وطلب سعيد بتطهير شركة الخطوط التونسية من التعينات التي لا تتوفر فيها الشروط القارونية كشيفاً النقابة عن وجود ما ينهز 130 شهادة مزورة لأشخاص تم إدماجهم في الشركة بحسب ما نشر بيان الرئيس على الفيسبوك متنسوشي لايكي شتيرك تفيل الجرس وبيباية